السلام عليكم قصتنا الليلة هي الجزء الثاني من قصة الهنوف وشيخ معجد وقبل أن أبدأ بيسرد أحداث هالقصة الرائعة واللي فيها أحداث شيقة جدا لا تنسون تدعمونا باللايك والاشتراك بارك الله فيكم بروق زوجة الشيخ ماجد بعد ما رجعت على بيت زوجها وبعد ما خلصت التعزية جت على هالبيت وصارت تسمع صوت ذباح أخوها موجود ببيتها وهي وياها تحت سقف واحد البنت ما عاد تقدر تتحمل هالمنظر وتجيب الشيخ ماجد تقول له يا ولد عمي يعني أنا شلون ودك يعني أعيش أنا وذباح أخوي بنفس البيت على يصير وما يصير يقولها يا بنت الناس هذي عوايد العرب وسلوم القبائل وما يصير هذا رجل دخل عندي يعني شنو أسوي قالت أطلق سبيله خلي رجال يروح يدخل عند غيرك يا أخي أنا ما قدر أشوف الرجال قدام عيني وظل ساكته قالها ديري بالك حسش خبرك أنك تآتين بأي حركة ولا والله العظيم يحصل شيء ما تتوقعينه أبدا البنت تسكت وتسمع هذا الرجال في مجلس الشيخ وعلى راح هذال ويا حي الله بهذال هذال الرجل حزين على أفراق زوجته وما يدري شنو اللي صار عليها وما يدري أنه صايل ولد خليف هو اللي حجز زوجته وذالين هذل عندهم حتى الأكل والشرب بنعوا عنها هذا صايل حط كل العادات والتقاليد ورظهره ويجي أبوه وقال له يا صايل ما تصير السوال فهذه بعدين البنت وهذه مرة بالنهاية يعني العرب بكرة تسولف علينا وتصير على سيرة كل لسان فوق مؤشاعر هذا فضحنا على البخر ولا الآن أنت جاي تكفيها وأخوك مات المهم جبر زوجته اللي هي أم الولد منسي إنها تروح تأخذ أكل وشرب لزوجة هذال وزوجة هذال اللي اسمها شفق شفق هذي المسكينة تبجي بالليل وبالنهار وتقولهم يا جماعة أطلقوا سبيلي أطلقوا صراحي أنا ما لي علاقة أنا مرة شودكم مني هذا صايل يقولهم ما تغادرين المكان اللي يجي زوجتش وبعدين ما لنشغل عندك يا مرة المهم الخبر الصادم اللي يجي على عرب الشيخ خلايف لما ودى الشيخ ماجد مرسال وقالوا لهم ترى هذال دخيلي الجماعة لما سمعوا الخبر كان فيهم عقل وطار وشلون ماجد يدخل ذباح أخو زوجته وقامت الدنيا وما قعدت وودنا نذبح وودنا نصلخ وهذا الشيخ ماجد عيب عليه وما يصير وهذا ودوا يتحدانه لكن بنفس الوقت الشيخ ماجد وعرب الشيخ ماجد ما يقاربون ناره لاهبة وطبعا على الحق عدا عن صية الشيخ ماجد اللي عبى البلاد وانتشر بين العباد رجل صيته غطى على كل مشايخ بادية الشام الكل يسولف بصيرة الشيخ ماجد اللي ياخذ عطية الشاعر اللي ياخذ هبة من الشيخ ماجد الكل يسولف في أي مجلس الناس تسولف وما تستحي يعني يسولفون بالفم المليان وقال الشيخ ماجد حتى المشايخ صاروا يغارون من الشيخ ماجد لكن بنفس الوقت مبسوطين من الفعائل اللي قاعد يسويها ماجد واللي هو شيخ أب بن عن جد المهم عرب الشيخ خليف والولد هذا صايل لما سمعوا أنه ذباح ولدهم موجود عند الشيخ ماجد ارسلوا للشيخ ماجد وقالوا يا شيخ لازم تطرد دخيلك بما معناه يعني أنه خليه يروح يدخل عند غيرك وبلا ما يساوي مشاكل ويشعل نال الأحرابة بيننا وبينكم من أول وجديد الشيخ ماجد قالوا له من جوم السماء أقرب وأنا أصلا يعني لما جاني الرجال ما عرف أنه ذباح أخو زوجتي وأنه ذباح منسي وحتى لو أنه عرف الرجال دا سبساطي وما هي من عوايد العرب أنها تطرد دخيل وقال روحي دون هذال واللي يصير على هذال يصير علي لكن عرب الشيخ خليف ولده صايل خصوصا ما هم مقتنعين بهالسوالف وهذا صايل كل شوي ماسك البارودة وده ينفلت على عرب الشيخ ماجد وده يذبح ذال ببيت الشيخ ماجد أو أبوه وأمه يمسكون ويقولوله يا ولد هذا الشيخ ماجد ما معا لعب أنت داحم نار والنار هذه تحرقك وتحرق العشيرة والقبيلة من وراك لذلك السال فاودها عقل ما لكم بطول سيرة حصل هرج ومرج بسبب هذا الوضع بسبب أنه يعني صاروا يلومون ماجد ليش دخل ذباح ولدهم والرجال دخيل وجاه بعد فترة من الزمن ارسل لهم شيخ ماجد قال يا عمي الرجال هذال قاعد للحق وبينكم وبينه القضاء واختاروا القاضي اللي يودكم إياه في البداية عرب الشيخ خليف رفضوا أنه والله ينصعون للقضاء وقالوا حقنا ناخذوا بيدنا بعد أخذوا رد وعطى وبعد ضغط الشيخ ماجد وشافوا أنه لابد أنهم يروحون على القضاء ويروحون على قاضي ينقلوا الشيخ عطوان أبو مخلد الشيخ عطوان من قضاة العرب في بادية الشام اجتمعوا عنده هناك وكل من عد حجته قدام القاضي قام القاضي قال يا عمي بناء على ما سمعت هذال بريء من دم ولدكم منسي وهذال ما لكم عنده حق أبدا لكن خليف وولده صايل رفضوا حل القاضي وقالوا هذا الولد شذاب وكاد هو اللي يذبح ولدنا هذال الرجال حلف اليمين وقال يا عمي أنا الرجال لا عرفوا ولا يعرفني وكان وده يخلصني الخنجر اللي هو الحيلة والفتيلة وحصل بيني وبينه هالمشادة هذي ووقع من فوق الجرف المهم ويطلعون هذاك اليوم من عند القاضي وعرب خليف ما هم رضيانين بالحل وماجد راح هو ودخيل وهذال وصار يوصي فرسانه ورجاله ويمعودين ديروا بالكم هذا الولد صايل ما هو قاعد آدمي وخاف يعني بيومنا اليام يغدر فيني ولا يجيب هالليل يذبح دخيلي ترى يقطع وجهي بين الأربان يعني اتصير صيرته على كل لسان وشلون دخيل الشيخ ماجد يندبح ببيته يمعودين الحرص طم الحرص وهذال قال يا شيخ ماجد مازال يعني القاضي يحكمني بالبراءة ودي زوج دي يا طويل العمر ويقوم يرسل الشيخ ماجد على عرب خليف تشم فارس وقالوا لهم اتجيبون زوجة هذال وما تجون قال لي انتوياها وفعلا يروحون تشم فارس ويجيبون زوجة هذال غصب عن الشيخ خليف وعنه لده صايل ويجيبونها وبنوا بيت هذال بجانب بيت الشيخ والرجال اكرمهم ودار بالوا عليهم وقالوا لهم يمعودين تحطون حرص على بيت هذال هذا دخيلي يمعودين يمعودين المهم راحة الايام وجهة الايام البنت ابروغ اللي هي زوجة الشيخ ماجد الشيطان صار يلعب برأسها وتقول لك شني حياتي وذباح اخوي موجود وقصير الشيخ والصبح اشوفه والظهر اشوفه وعلعشة اشوفه المهمه بيومه من الايام والبنت ما عاد تقدر تتمالك عصابها دبت فيها نخوة وما كان صاير لها تقريبا اسبوع زمان الى عشر ايام مخلفه وجايبه بنوته للشيخ ماجد المهم في صباحها ذاك اليوم الشيخ ماجد طلع يتفقد المراعي ويجي هذال ويقعد ببيت الشيخ هو او اخو الشيخ ماجد اللي ينقال له مرعي مرعي كذلك من اهم فرسان القبيلة وتسمع صوت هذال بروق مرة الشيخ لما سمعت صوته قالت خلاص علي وعلى اعدائي وودي اذبحه اليوم لو مهما نكلف الامر ومن امس بروق تسحب البندقية وتلقم وتطلق طلقة على هذال هذال صار يصيح صار يمر غلب الارض المهم فزعة العرب خير يا جماعة شنو الطخ هذا شنو اطلاق النار الشيخ ماجد المراعي قريبة على مضارب القبيلة ويسمع الطخ هذا ويجي طاير على ظهر الفرس خير شنو الموضوع قالوا والله هذال جدته طلقة منه اللي طخ هذال في البداية مرعي اخو الشيخ ماجد قالك ما دي اساوي فتنة بين الشيخ وزوجته وكاد السالفة هذي يعني راح يحصل من وراها امور كبير حاول يخبي الموضوع قال يا ولد السالفة ما فيها مزح هذا دخيلي وينطخ ببيتي يا ولد علموني ولا احرق الارض من تحتكم وترد عليه بروق قالت يا ولد عمي انا اللي اطلقت النار ويندار عليها على المحرم قال لها انتي يا ولي انتي اللي عجزت القبائل والعشائر لحد ما اخذيتك والان تطلقين النار وتذبحين دخيلي ببيتي يخرب بيتك ويقوم يرمي عليها يمين الطلاق وقال لها قال لي حلالك بها البيت حمليه واخذيه وطلقها بالثلاث ويلا لا شوف على هالك لا عيني تشوفوش ابدا المهم ويقومون يحملون شوية اغراض وتركب البنت بروق على هالناقة وينتش يا عرب الشيخ خليف لما جت عليهم خير يا ابني يا بنتي شنو الموضوع وعرب الشيخ خليف حاطينا الراية السودة قالت يا يبا نزلوا الراية السودة هذي وابشرك انا خذيت بثار اخوي اش سويت يا بنت الناس قالت ولا طخيت هذا هذال وما قدرت اشوفو بيت الشيخ الام قالت عفية بنتي لكن الان بروق هي الضحية وكذلك البنت الصغيرة هي بنت الشيخ وصايل كان مبسوط هذاك اليوم وعلى ذبحة هذال على اساس انه انذبح لكن الطلقة اللي اطلقتها بروق على هذال جت الفخده والاصابة ما هي قاتلة اجروا له الاسعافات الاولية وضم دوله جرح وبعد فترة منزمة اسبوع 10 ايام بعد ما طاب من جرحه وقوم يرسل الشيخ ماجد العرب الشيخ خليف قالهم ترى انا طلبكم للحق عند الشيخ عطوان وخير يا شيخ ماجد وشنو الحق اللي يطلبنا يا شيخ ماجد قال اطلبكم انو بنتكم هي اللي اطلقت النار على دخيلي والمرأة زينها الرجل وشينها الاهلها وبنتكم الان اطلقت النار على الرجال وهو داخل عندي وانا طالبكم للحق قالوا ما لك حق على لك حق ارسليهم اول مرسال وهذا صايل لما سمع انو هذال طلقت اخته ما ذبحته كان فيه عقل وطار واموه صالت اتحرضه وانت منت رجال اذا ما اخذيت بثار اخوك واختك هذه المرأة اللي يعني شنو تطلع بالنسبة لك ما قدرت تحمل ويعني عافت زوجها اللي تسولف كله العربان بسيرته ويعني خربت حياتها بيدها وما قدرت تسكت انت يا ولد شنو لمسكتك ويقوم هذاك اليوم صايل هذا يطلع بهاللي اللي يركب الفرس ويجي على بيت هذال بيت هذال صاير قريب من بيت الشيخ والدنيا ظلمة وليل واول ما قرب على بيت هذال ويشوفونه بعض الرجال الشيخ ماجد لكن هذا حط ثوبه بين صنونه وتقع منه البندقية او يهرب ويوصل الفرس ويركب الفرس ويرجع على بيت هذال وبدون بندقية عثروا على البندقية رجال الشيخ ماجد او جابوها لعند الشيخ ماجد الشيخ ماجد اول ما شاف البندقية قال هذه بندقية الولد الخاسي صايل والله لا اقلب عليها واطيها ولا احرق الارض من تحتهم وانا الشيخ ماجد انا الشيخ ماجد يتجرأ هذا الولد صايل ويجي يهجم على دخيلي المهم ويرسل لهم للمرة الثانية قالهم انا طالبكم للحق وهذه كل ياته لعندي وانا احصل حق دخيلي وشرط ما تروحون بليل تروحون الظهر الحمرة او فعلا يروح مجموعة من امهر واشطر الفرسان اللي عنده الشيخ ماجد الظهر الحمرة على حلال الشيخ خليف ويجيبون الحلال كل ياته لعندي الشيخ ماجد او يفزع الرائع على الشيخ خليف افزعي الشيخ خليف خير شنو الموضوع قالوا ربع الشيخ ماجد انهبوا حلالك الشيخ خليف متوقع بأي لحظة ماجد ياخذ حقه وبأيده لكن الرجال الشيخ ماجد يعد للعشرة قبل لا يتصرف المهم ويفزعون ورا حلالهم ويمسكونهم جماعة الشيخ ماجد ويربطونهم ويحطونهم وبحفرة ويجي الشيخ ماجد قالوا يا شيخ هذا الحلال وهذا الهل الحلال ويقوم الشيخ ماجد يخز مئة راس من الحلال يعني عز المئة راس من الحلال وقال هذا حق دخيلي خليف وحقي انا امسامح فيه بما انه بيناتنا نصبة وبنتي عندكم انا امسامحكم دنيا واخرة ويا شيخ خليف انت وولدك الزموا حدكم واقعدوا واوادم احسن ما اخلي الناس تفرج وتهرج وهذا خليف وصايل قالوا يا شيخ ماجد مئة راس من الغرم تاخذها لدخيلك قال ما اخذ له ابن حقه وولله لو اخذ حلالكم هذا كله ما يكفي لكن عيب عليكم واستعى ولا تخلوني اخليكم سيرة على كل لسان المهم ويركبون ويرجعون تالي حلالهم على العشيرة وروسهم بالارض ام صايل هاي ابو صايل شنو اللي صار قال لها والله ماجد حصل حق دخيله وهذا اللي جرى وهذا اللي صار قالت يا عيب تلعيب يا عيب تلعيب ماجد الان ما عد تقدروا له والمرأة هذه محراك شر اتحرك الولد وولدها صايل قال لها بيشرب عزة شي يمه والله لا اخذ حق اخوي لو مهم نكلفنا الامر يكلف وتسمع بس والف ابروق زوجة ماجد اللي اان هي اصبحت طليقته قالت يا اخوي يا صايل هذا ماجد ولا نار ولاهب وما يقارب لذلك يا اخوي حاول انك لا تقرب من هذا الشيخ ماجد قال لها انا صايل ولد ابو صايل وما تعرفيني قالت يا اخوي اللي ما يعرف الصقر يشويه وهذا ماجد ما هو حي الله رجال قال لها وانا صايل قالت له انا علمتك والحذر واجب يا ولد امي وابوي المهم نرجع على ابو الهنوف ابو الهنوف صارت اموره عال العال وصار عنده الحلال والحليب واللبن والخافر لكن الرجال حزين على افراق اخوها الذال وقال له بنته هذاك اليوم قالها يا ابنيتي اش رأي اش اطلع ادور على اخوي وقلبه عنده اخو قالت هيب انت رجال شبير وين لدك تطلع تدور قال لها اروح على مفارق الطرق اسأل هذا اسأل الدراب اسأل الرايح اسأل الجاي ويبنيتي بعدين احنا قاعدين الحالنا في هالمنطقة الصحراوية لا حولنا لا حولينا اش رايش نروح نقرب من شي عرب ما تعرفين الدنيا قضاها بلاها من حرامية من نهبين من قطع طرق وانا خاف عليك يا بنيتي المهم صار الرجال هذا اول هنوف كل يوم يطلع من الصباح ما يرجع الغياب الشمس وين في مفارق طرق يروح يوقف على مفارق الطرق او يسأل يسأل الرايح والجاي حدا شاف لي رجال مواصفاته وكذا وكذا في النهاية ما قدر يحصل شي وفي يوم ومن اليوم قاله يا بنيتي خلينا نرحل على هالديرة ونروح نشوفنا عرب ننزل بجانبهم وفعلا يقومون هذاك اليوم يرحلون ويمشون من مكان الى مكان الحد ما جو هذاك اليوم على عرب الشيخ خليف سلام عليكم وعليكم السلام هذا الولد صايل لما يشوف حدا ينزل في مضارب قبيلته اول ما يسوي يشوف في جس الوضع يشوف شلون الامور اذا ما عجب والوضع يطرد هذا صاحب البيت النازل جديد لكن صايل لما شاف الهنوف كان فيه عقل وطار وقال لك يا ولد البنت هذه هي حظي ونصيبي والله لا اخذها لو ما عمري لينا الهنوف بنت آية من آيات الجمال وقام يأهل ويسهل بالهنوف ويذبحوا لهم ويسولهم العشاء ذاك اليوم لكن ماهو على سواد عيون الشايب او الهنوف مشان الهنوف البنت الجميلة هذه وبدأ يتقرب شوي شوي لكن الهنوف بنت حرة وما تقبل الضيم وعرفة الولد هذا صايل ولد خايس صحيح ولد كبير العشيرة وكذا لكن الولد ما عنده منطباع الفرسان شي حاول يسمعها من هين من هناك يلمحلها قالت القلب وما يهوى وما لك شغل عندي وابعد عند عربي الله يرضى عليك وهذا صايل شايف نفسه ومصدق وماسك عصايا باكورة كل النهار يطقض قبيده عليها والبندقية بظهره وراكب له فرس ومن مرأة إلى مرأة يضرب الرعيان يبهدل الرعيان هذا اللي يزعلان وهذا اللي رضيان وأبوه يقول له يا ولدي ما يصير وعلى يصير وما يصير البنت رفضت صايل ويقوم صايل يجي على أخته وبروق زوجة الشيخ ماجد قال لها البنت هذه يعني ما هي رضيان إنها يعني تعطيني ريق حلو إش رايش تدخرين بالموضوع يا خيتي قال تبشرب عزك وتعرفون البنات يلتقن على غدير المي اللي تغسل اللي تجيب مي اللي تجيب حطب المهم وبروق هذاك اليوم تلتقي بهنوف ولا هنوف ما شاء الله تبارك الله بنت أول مرة تشوفه في جمال قالت والله ما هو من طيب صايل يعني ميت بهالبنت وده يتزوجها قالت يا خي أخوي صايل ولد وجيها العرب وشيخ العرب وليش رافضة أنت قالت والله هذه الزواج قسمه نصيب وأخوش ما له نصيب عنه لكن بروق قالت لك أكيد البنت مت عنفة وشايفة نفسها على هالجمال خليني أحاول معاها مرة واثنين وثلاث وبعدين إلا ما يطب بالها رحمان وتقبل بالزواج من أخوي صايل نرجع على هذال وزوجته هذال وزوجته صار عندهم بدال قبل لما نجو على الشيخ ماجد كان عندهم راس غنم عندهم نعجة وحدة صار عندهم ميون عجة والحلال والحليب واللبان وعاش وبنعيم ما بعده نعيم اج معا أحوالهم انقلبت وسبحان مغير الأحوال لكن هذال صار يقول يا ريت أنه الآن أخوي مجتمع معانا وإحنا وياه سوى لكن الله يصل حج يا شفق اللي كنت السبب بفراقي أنا وأخوي بتقول له والله عاد أخوك له الله ما ينساه المهم الشيخ ماجد الآن بيته بدون امرأة وعنده أخوه اللي أصغر منه مرعي رفيق لولد الشيخ عطوان القاضي وهذا ولد الشيخ عطوان اللي إن قاله مخلد يقوله يا مرعي ليش ما تزوج وتلقى لك بنت الحلال اللي تسر بالك وخاطرك قالوا والله يا أخوي أنا بودي الزواج لكن مثل ما تعرف طويل العمر أخوي الشيخ ماجد الآن بدون مرأة ويعني ما هي حلوة إني والله أجي أفاتحه فيها الموضوع والآن هو أحق مني بالزواج بما أنه هو الشيخ وبيت الشيخ لازم ما يخلم المرأة وضيوف وناس جاي تحل مشاكل المهم قاله بعد ما يتزوج أخوي إن شاء الله أنا أتزوج الشيخ ماجد بعد ما طلق زوجته أبروق قلبه وعقله ومشاعره كلها عند البنت هنوف وبنفس الوقت هذال وزوجته شفق قاله والله الشيخ ماجد يستاهل كل خير والله إذا الله سبحانه وتعالى جمعني بأخوي وبنته الهنوف إنك يا شيخ ماجد تستاهل الهنوف عطية ما من وراها جزية على دخالته وتحارب هو ونسايبه وطلق زوجته وبنته وكذلك صارت بعيدة عنه كلها بسبب دخالت هذال على الشيخ ماجد ويجي هذاك اليوم على الشيخ ماجد قال يا شيخ ودك ترخصلي ودي أروح أدور على أخوي قال ما أمن عليك تطلع لحالك يا هذال يطلع معاك واحد ولا اثنين من هالفرسان ودير أبالكم من هذا صايل صايل تراه ماهو قاعد آدمي ويصير هذال يطلع من الصبح ما يرجع لتالي النهار يبحث عن أخوه يسأل الدراب يسأل الرايح يسأل الجاي ما حدا يعرف عنه شي ولا حدا شافه ويركب هذاك اليوم الشيخ ماجد هالفرس وديروه على الديرة اللي شاف فيها البنت الهنوف وابوها أو يركب ويمشي مش الحد ما وصل لكن الديارات ما فيها شي ما في إلا أثار بيت الشعر ووين راح ووين تقبل ووين توجه ويرجع والقلب متعلق بالبنت هنوف وهنوف بنفس الوقت قلبها وأحاسيسها ومشاعرها كلها على الشيخ ماجد لكن ما تعرف أنه هذا اسمه الشيخ ماجد لأنه لما أعطاهم الحلال الرجال ما علم عن اسمه وما قالوا لهم إلا بيتين هالشعر اللي ذكرناه في الجزء الأول وصار كذلك هم الرجال أبو الهنوف أنه الله سبحانه وتعالى يكحل عيونه بيومه من الأيام بشوفت أخوها الذال وشوفت راعي المعروف اللي أعطاهم الحلال هذا اللي يعايشين بفضل الله ثم فضل هذا الرجال اللي ما يعرفون اسمه ولا يعرفونه من أي عرب ومن أي ديرة نرجع الآن على صايل صايل حاول بكل الوسائل مع البنت الهنوف أنه يتزوجها تقبل بالزواج ويجي الشيخ خلايف على الشايب أبو الهنوف وقال له إحنا طالبين القرب وطالبين البنت قال له والله أنا لي شرف بنسبتكم لكن أنا ما قدر أغصب بنتي ودي أشاورها راح الرجال شاور البنت وقال له يا ابنيتي هذا فارس وراجر وقد قالت له يا إيبا أنا ما وديها وهذا مه من الرجال اللي تناسب الرجال حاول مع البنت شثير قليل ما رضيته وبلغهم قالهم والله البنت ما هي موافقة الجماعة كان فيهم عقل وطار وشلون الهنوف ترفض صايل ولد الشيخ والآن الهنوف وابوها ما يعرفون أنهم نازلين بالعشيرة أو في مضارب القبيلة اللي تطلب راس هذال أنه هذال هو اللي ذبح أخو صايل وكذلك عرب الشيخ خليف وصايل ما يعرفون أنه الشايب هذا أبو الهنوف يصير أخو هذال ما حدا يعرف عن حدا شي يعرفون أنه الولد منسي مذبوح وصار عليهم مشكلة لكن ما يعرفون منه الذباح صايل صارت أم وتعيره وقالت نسيت دم أخوك ولد لما شفت البنت هذي والحسة عقلك قاله ما مانعي ناسي دم أخوي ولما صايل أفلس من كل المحاولات أنه يقدر يذبح هذال وهو بعرب الشيخ ماجد وبعدين لمس على راسه وقال لك والله هذا الشيخ ماجد يذبحني بليلة ما بهض أو قمر ومزال هذال عند الشيخ ماجد ما أقدر أخذ بثار أخوي الحل الراية صايل إيش بدك تساوي هذا صايل يعرف واحد ساكن بمغارة أو هذا يعتبر حرامي وسارق وقاطع طريق وقال لك طمع وبالفلوس والمال أخليه يروح يذبح هذال وهو عند عربي شيخ ماجد ويقوم يروح عليه على هالجبل هذا ينقاله مرزوق سلام عليكم وعليكم السلام قال يام مرزوق لك عندي مكافأة شبيرة شنن المكافأة قالوا المكافأة عشرين راسا من الحلال وفرس أصيلة وفوق هذا أزوجك قالوا طيب شنو هل يعني مقابل هل هدية شبيرة هذي قالوا ودي ياك تروح على عربي شيخ ماجد فيه رجال هذا رجال ذبح أخوي ودي ياك تذبحه هناك قالوا يا عمي عفيني من هالسالفة والله عربي شيخ ماجد غير يأكلوني بدون ملح سولف غير هالسولف يا صايل وحاول معاه من هين من هناك قالوا لعاذ الحل والراي أنك ودك ترحلي هذا هذال من عربي شيخ ماجد بأي طريقة كانت تحتال عليه تحط بينه بين الشيخ المهم أنه يرحل من عربي شيخ ماجد قالوا الآن أفرقت ويتفقون هذاك اليوم على عشرين راسا من الغنم وفرس أصيل وصايل يزوج هذا مرزوق مقابل أنه يطلع هذال من عربي شيخ ماجد ويروح هذا مرزوق على عربي شيخ ماجد السلام عليكم وعليكم السلام قال يا طويل العمر أنا قاعد أدور شغل يقول للشيخ ماجد قال حياك الله من أي عرب قالوا من العرب الأفلانية سمالوا اسم إحدى العشائر اللي عرفها الشيخ ماجد ويا حيا الله ويا أهلا وسهلا شنو تعرف تسوي لك على قهوة قالوا إي والله أنا اللي عرفه ساولي قهوة قالوا خلاص معناته أنت تشتغل شغل البيت وقهوة وحطب ومي وتدير بالك وإبشر بعزك وفعلا بدأ مرزوق يشتغل عند الشيخ ماجد وبما أنه مرزوق الآن أصبح قهوج الشيخ ماجد صار يتسمى على الأحاديث اللي تصير وهو ما يعرف هذال لكن الشيخ ماجد من أول يوم جاء هذال فيه على البيت بوجود مرزوق قالوا يا مرزوق هذا الرجال دخيلي وتدير بالك عليه وتداريه مثل ما تدار يرمش عيونك قالوا بشرب عزك يا شيخ وصار هذا مرزوق يخطط شلون وده يحط الفتنة بين الشيخ ماجد وبين هذال وتروح الأيام وتجي الأيام صار مرزوق يرد على الغدير يجيب المي للشيخ ماجد يساولي قهوة ويصدف شفق زوجة هذال صدفها على الغدير وبدأ يسولف معاها تعرف عليها عرفت أنه هو قهوجي الشيخ وش ودتش يعم ودتش يساعد يش بالمي ودتش كذا ترى الشيخ موصيني فيكم لكن والله ترى الشيخ اللي تسمعونه عنه ما هو مثل اللي تشوفونه شلون يا ولد يا مرزوق قالوا هو الله يعني فهمت من مرزوق أنه الشيخ ماجد مضايق من وجود هذال أو من دخالة هذال عليه وبدأ شوي شوي يوسوس براس المرأة والمرأة مسكت هذال هذا كل يوم قالت يا هذال هذا مرزوق عنده سوالف ما هي مضبوطة وسوالف ما هي معجبتني شنو يسولف قالت والله يسولف كذا وكذا وأنه الشيخ ماجد يسولف قدامك شكل وبقف هاك شكل أنه الرجال يعني ما كان متوقع أنه دخالتك تطول هالقاد ويخسر هالمخاسير طلق زوجته وخربت بينه وبين نسايب وبنته بعيده عنه الآن هذال يقول هاي أمراء السوالف ما هي مضبوطة هذي وبالعكس الشيخ ماجد لما روح عليها على هالبيت الرجال يعني ما يعرف شلون وده يحتفل مني لكن والله تصديق الكلام وكلام هذا مرزوق بالفترة التالية والله حسيت أنه الشيخ ماجد شوي متغير من جهتي المهم تروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر وهذا الولد مرزوق ما عنده شغل وعمله إلا كل يوم يسول في سالف الهذال والزوجته الحد ما تطورت الأمور وهذا هذال قالها يا شفق يعني إحنا والله زودناها على الشيخ ماجد الشيخ ماجد رجال ما قصر وكذا لكن إحنا ما ودنا نكون عالة عليه إش رايج يا بنت الناس نرحل من ديرة الشيخ ماجد ونشوف إنه ديرة نعيش فيها وإحنا ما ودنا نزود ها زيادة على الرجال المهم التفق وهذا اليوم هذال وزوجته أنهم يرحلون بالليل وما يخبرون حد بموضوع الرحيل وفعلا بليلة ما بهضوا قمر بعد ما نامت هالعرب ويقوم هذال يهد بيت الشعر ويحمل على هالناقة أو يترك الحلال اللي خذاله يا الشيخ ماجد من عربي الشيخ خليف خلاه عنده وما خذ إلا الانعجل اللي جاء بها على عربي الشيخ ماجد أو يمشون بهالليل الحد ما وصلوا إلى ديرة بعيدة ظلوا ويمشون كل الليل بعد منتصف الليل الحد ما صارت الدنيا الظهر أبعدوا بعيد عن ديرة الشيخ ماجد قعدوا جماعة الشيخ ماجد وأولهم مرزوق قعد ويجي فزع الشيخ ماجد يا شيخ ماجد ألحق أفزع شنو الموضوع يا ولد يا مرزوق قالوا والله يا عمي هذال وبيته ما هم موجودين وين راح وين جاء وقالوا والله ما ندري ويقوم يرسل الشيخ ماجد بعض الفرسان على أطراف هالقبيلة من هناك ابحثوا عن هذال يا جماعة خاف حد سمع كلام خاف صار عليه شي الرجال وإحنا ما ندري المهم ابحثوا عن هذال في كل مكان ما عثروا عليه أبدا وجماعة الشيخ ماجد قالوا يا شيخ ماجد هذا هذال ما يرحل بدون سبب والعالم الله أعلم شنو السبب اللي خلاه يرحل بدون ما يردلنا شعور ولا يخبرنا ولا يقولنا أنا ترى رايح يعني مغادر المكان حتى الحلال اللي حصل توله من صايل وأبوها خليف ما خذاه الأمر فيه إنه لكن تجي الأيام ونعرف شنو السببب بعد أسبوع عشرة أيام ويقوم مرزوق هذاك اليوم قال يا طويل العمر أنا تراني ويدا أروح على هلي وشفت دراب شفته على الغدير وقال لي أمك مرضانة ويدا أروح أشوف أمي قال له دربك خضرة يا مرزوق وهذا عشرين راس من الحلال عزله عشرين عجل وقال له هذي مكافأ لك يا مرزوق على اللي قمت فيه والله يعطيك العافية المهم يركب مرزوق حمار وعنده حمار الله يعزكم ويسوق عشرين راس من الحلال ويروح على هالمغارة ويلتقي هذاك اليوم مع صايل وقال له يا صايل أبشرك الولد الآن هذا رحل هو وزوجته لكن وين توجه والله ما أدري يلا أعطيني العشرين راس من الغنم والفرس الأصيلة وزوجني بنت الحلال من عندكم من العرب قالوا طول بالك ويعني الأمر وده شوية وقت لكن بشرب عزك لكن الآن ودنا ندور على هذال وين هذال راح له على ابلاد ما فيها لا طير يطير ولا وحش يسير ويبني بيت هالشعر على طرف جبل وفي بالقرب منهم عين مي كل يوم يروح على عين هالمي يشرب ويجيب هالمي هو وزوجته وهذا صايل يدور عليهم بالليل وبالنهار وفي يوم من الأيام هذول على عين المي وبيت الشعر قبالهم ويشوفون الخيال المقبل على البيت على بيت هذال عرفوا انه صايل قالوا جاك الموت يا تارك الصلاة او هذال معدي عرف شده اش ساوي قال ها جان الموت وهذا صايل اكيد راح يذبحنا والبيت هذا معه نقدر نروح عليه صايل لما جه وشاف البيت عرف انه هذا بيت هذال او صار يحوس حوالي ويفتل قال لك الان خلاص راح اخذ بثار ابوي ويقعد بالبيت ويستنى يقول لك ها ساعة شوي يجي هذال وبعد شوي يجي هذال غابة الشمس ويظل المنتصف الليل وهذول عند عين المي بعد يسترجون يجون متخبين بينها صخور وصايل بعدين قال لك يا ولد ما لي الا اني ارحل البيت هذا اللي عندي على الديرة واخلي الشيخ ماجد يسمع انه بيت هذال عندي والله لا اخليه يطير عقله المهم ويروح يجيب خوي ومرزوق مرزوق هذا خلاه يشتغل عنده قهوجي بالبيت وجاب مرزوق قال يا مرزوق ويروحون يرحلون بيت هذال بهالليل ويظلون يمشون يوم كامل لحد ما وصلوا بيت الشعر ويبنون بيت الشعر بجانب بيت ابو الهنوف ابو الهنوف شاف هم قاعدين يبنون هالبيت سلام وعليكم وعليكم السلام لمن هالبيت يا جماعة قالوا هذا البيت بيت ذباح منسي ولد الشيخ خليف وتجي عين ابو الهنوف على وحدة من اشقاق البيت اشقاق البيت بها علام عليها اثار دم قديم لما جت عين على الشقة هذه قال لك معناته هذا بيت اخوي هذال والله معناته اخوي هذال هو اللي مطلوب الصايل يا جاه دل بلى اش ودك تساوي يابو الهنوف يفزع على بنت هذاك اليوم وقالها يا بنت اسكتي شنو السالفة يا يبا قالت لها السالفة انو الرجال اللي ذابح ولد الشيخ خليف هو عم هذال يا يبا قولوا وبدل قالها والله هذا اللي جاتش وهذاك بيت عم راحوا جابوه مدري من وين جايبينه يا بنت الديرة هاي ما ظل لن قعدة فيها ويقومون يرحلون بنص الليل بعد ما نامت هالعرب يطبقون هالبيت ويرحلون قعدت عرب الشيخ خليف الصبح ولا بيت ابو الهنوف ما هو موجود شنو اللي صاير وهذا صاير يريد البنت والبنت ما تفعل توافق عليه قال وين ودها تروح ويركب الفرس ويصير يدور عليهم بالليل وبالنهار لكن يجي معه فص من الحوذاب وامو واصلين الليل بالنهار والرجال ابو الهنوف هذا رجال كبير تعبان روماتزم مرات يقع مرات يقوم من الخوف قال لك وكاد هذا صاير راح يستد مني بدال أخوي هذال ولما عرفوا أنه هذال واقع بمصيبة شبيرة أو يدعون الله سبحانه وتعالى أنه يخلصوا من بين ايدين هذا صاير اللي ما يخاف الله المهم صاروا يمشون بالليل وبالنهار الحد ما أبعده واسكنه وبديره بعيده وصاير ما لقى غير الهوى وصار صايل كذلك الآن بعد ما أفلس من الهنوف وصار يبحث عن هذال وبيت هذال موجود عنده بالعشيرة ويصل الخبر للشيخ ماجد أنه والله بيت هذال موجود بديرة صايل ويبعث فارس هذاك اليوم قال شوفوا لي إذا هذال موجود بهالبيت وهو وزوجته ولا لا ويجي فارس بهالليل يحوف المنطقة يحوف الديرة ويرجي على الشيخ ماجد قالوا يا شيخ ما في إلا البيت لكن هذال ما هو موجود له ولا زوجته ويقوم الشيخ ماجد يقولهم أنه شا ما أشوفكم ودي جيبون بيت هذال بليلة ما فيها ضو قمر وتبنونه عندي بالعشيرة ويطلع عدد من هالفرسان بهالليل ويجيبون بيت هذال هدوا بهالليل وحملوا ولا عرب نايم ولا حدا حس عليهم أبدا ويجيبون بيت هذال ويبنونه عندهم بالعشيرة والشيخ ماجد قالوا لهم يا جماعة أنا قلت لكم رحيل هذال ما هو طبيعي أو السالفة وراها لكن لابد أنه ما يجي يوم ومن الأيام وعرف شيني السالفة النشام أشوفكم ما ودياكم تنامون وتغمضلكم عين الحد ما تلقولي ألولد هذا هذال وأخافي يصير عليه شي لأنه الآن العربان والعشاير يعرفون أنه هذال دخيل عند الشيخ ماجد وإذا صار عليه أي شي رح تنحط برقوبة الشيخ ماجد وأنه دخيله انذبح ولا صار عليه شي وبيته الآن موجود عنده ويقوم هذاك اليوم يروح على الشيخ عطوان اللي هو القاضي واللي حل المشكلة بينه وبين الشيخ خلايف وقضى ببراءة هذال قالوا يا شيخ تسالف كذا وكذا وهذا اللي حصل وهذا اللي جرى والرجال الآن ما هو موجود عندي لا هو ولا زوجته ورحل بليلة ما فيها ضو قمر ولقيت بيته عند عرب الشيخ خلايف ورحلته كذلك بالليلة عندي علشان إذا صار ما صار وهالرجال حصلوا مكروه ولا صادف وصايل بمكان من هالأماكن علشان أنا أتكون يعني ساحتي ورايتي بيضة قدام الناس وبنفس الوقت ما راح يهدالي بال ولا تغمض لي عين إلا أني أحصل على هذال وأعرف شنو اللي صار معاه وهرجال يبحثون بالليل وبالنهار لكن ما عثروا على أي أثر الهذال هذال صار هو عايشين بهالمغر بالنهار ينزلون مثل الحرمية على غدير المي يجيبوا لهم شوية مي وعايشين بمغارة وخايفين من هذا صايل صايل صار يرجع على المكان اللي عثر فيه على بيت الشعر ويفتل كل هالنهار من راس جبل الراس جبل من وادي الوادي يقول لابد إلا أني أعثر على هذا هذال وأخذ وثار أخوي منسي وبنفس الوقت الولد مرزوق هذا صار يطالب صايل يا صايل وين عشرين راس الحلال اللي وعدتني فيهن وين الفراسة العصيلة وين الودك تزوجني ياها على طول بالك اليوم وبكرة وبعد بكرة ويضحك عليه وبيوم من اليام قالوا ما لك عندي شي وأعلى ما بخير لك أركبه يلا لأشوف ويطرد مرزوق ومرزوق لما شاف هذا الصايل يطرده قال الله أنا أداويك يا مرزوق والله ما لها غير الشيخ ماجد ومرزوق لما قعد عنده شيخ ماجد عرف أنه شيخ ماجد رجال حماي دخيل ورجال راعي أول ورجال ما عنده غير من العلومة الزينة قال له ودي أروح قال يعني بين وبين نفسه ودي أروح أعلم الشيخ ماجد بسالفة من أولها لتاليها ويقوم يروح ذاك اليوم على الشيخ ماجد سلام عليكم وعليكم السلام قال يا شيخ أنا داخل على الله ثم عليك خير يا رجل الله يشفينا شرك شنو موضوعك منو اللي طاردك قال له أنا داخل عليك من الشيخ ماجد عنده شيخ ماجد الله يجهد بلاك شنو السالفة يا ولد قال له السالفة وما فيها كذا وكذا وكذا وعرف الشيخ ماجد أنه رحيل هذال ماه طبيعي وقال له يا مرزوق أنا قبل دخالتك لكن دخالتك مشروطة مثل مهي مثل دخالت هذال قال له أبشر بعزك يا شيخ قال له أدخلك عندي لكن بشرط ودك تروح تدور هذال وما ترجع إلا جايب لي علم هذال قال أبشر بعزك يا شيخ ولا لا أدور كلها الصحاري والجبال والوديان وإن شاء الله أجيب لك علم هذال وجزاك الله خير المهم أكرم ومرزوق وفي صباح اليوم الثاني يطلع مرزوق وتبدأ رحلة البحث عن هذال ويطلع مرزوق راكب هالأحمار اللي يعزكم عنها الطاري ويفتل في هالجبال بهالوديان بهالصحاري ومن مكان إلى مكان ويظلوا أسبوع زمان ويعثر على هذال هذاك اليوم في إحدى المغر وبما أنه هذا عايش في المغر ويعرف المخابئ السرية ويعثر على هذال هو وزوجته وقالوا لهم السالفة من أولها لآخر وقالهم أنا شن تضحك عليكم وأنا دبيت الفتنة بينكم وبين الشيخ ماجد لكن يشهد الله أنه الشيخ ماجد ما عنده إلا العلومة الغانمة وأنا رجعت على الشيخ ماجد وما أرجع إلا ترجعون معاي ويقومون يرجعون هذال وزوجته مع مرزوق على الشيخ ماجد وعرفوا الحقيقة الجميع لكن اللي حصل بيوم من الأيام ويسمع صايل أنه هذا أبو الهنوف هو أخو هذال وقال لك شلون أخوه كان نازل عندي بالعشيرة وشلون ما خذيت بثاري من هذا أبو الهنوف وتخطر على بال للولد هذا صايل فكرة شيطانية ويصير يساوي مشاكل مع الشيخ ماجد من هنا ومن هناك ويعني صار يجي على أطراف العشيرة لأجل يختلق مشكلة مع رجال الشيخ ماجد وشيخ ماجد محرم عليه أنه يدوس أراضي العشيرة المهم ويومسكونوا هذاك اليوم ماسك البندقية هذي وقاعد يتصيد هذال وده يذبح هذال ويومسكونوا هذاك اليوم ويجيبونه للشيخ ويباهد له الشيخ ماجد هذاك اليوم وقال له والله لو المه النساب اللي بيني وبينكم والله لا أخلي يدمك يعب الأرض يلا لا أشوف ما أشوفك بهديره أبدا ويركب هذا الولد ويروح على أبو يا ولد شن السالف قال له سالف كذا وكذا قال له صود الله وجهك قال له يا إيبا الآن في عندنا حل شنو الحل يا ولد يا صايل قال له الحل أنه هذا أبو الهنوف طلع أخوها وش رايك ييبا نروح عند الشيخ ماجد ونطلب المدة ونطلب غرة الميد اش رايك قال له والله رايين زين وبما أنه الرجال هذا قاعد عند الشيخ ماجد ولا ممكن أنه نطوله بيوم من الأيام ويقومون يروحون هذاك اليوم أبو صايل وصايل على الشيخ ماجد السلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا شيخ يعني الصراحة إحنا ودنا نحل هالمشكلة هذه من أساسها بيننا وبين هذال وأنت اللي راح تكون حكم فيها القصة وفيها القضية قالهم يا جماعة أنت وتحكمت وأنت وهذال عند الشيخ عطوان والشيخ عطوان ما أعطاكم حق قالوا يا شيخ ماجد إحنا من الأساس ما أعترفنا بحل الشيخ عطوان وبحكم الشيخ عطوان وإحنا الآن ودنا المدة وغرة المدة وإحنا عرفنا أنه أبو الهنوف يصير أخو هذال والرجال عنده بنت والبنت هذه ودنا إياها وغرة ميدة الصايل وعلشان تصفى لقلوب وتنحل المشكلة قال والله الشيخ ماجد يقول يا جماعة هذه السالفة يعني عند هذال وإحنا ما نقدر نغصب هذال على غرة الميدة هذه اللي تسولفون عليها ودية ما لكم دية وأنا أحاول معها هذال على غرة الميدة لكن بما أنه البنت تصير بنت أخو ترى أنت ومالكم ضربة تلازم عليه قالوا يا شيخ علشان تصفى لقلوب وتصير نصبة بينه وبينهم ودك تحاول أنه مع هذال قال ابشروا بعزكم أنا أحاول معاه لكن ما أوعدكم لكن بنفس الوقت الشيخ ماجد ما يعرف أنه البنت هذه الهنوف هي نفسها اللي شافها ذاك اليوم ويعطاها الحلال هي وابوها وقلبه وعقله متعلق فيها وينادون على هذال قالوا يا هذال السالفة كذا وكذا قال غرة الميدة أنا ما عندي غرة الميدة وهذه ابنة أخوي أنا ما أقدر أغصبها على الزواد وبنفس الوقت ما يعرفون بالمشاكل اللي حصلت بين صايل وبين البنت الهنوف وأبوها وأنه كانوا نازلين عندهم في مضارب القبيلة وارحلوا بليلة ما فيها ضو قمر لكن الآن يعني الأمور مثل ما تقول شبه إنها هدية شوي لكن هذا هدوء ما قبل العاصفة التكملة في الجزء الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه